في جلسة خالية من الاعتراضات والسجالات مرر مجلس النواب العراقي ثلاثة مرشحين من أصل أربعة لإشغل الوزارات الشاغرة فبعدما أرسل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أسماء المرشحين إلى البرلمان تم التصويت على نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الموسوي وزيرا للداخلية وفاروق شواني وزيرا للعدل فيما لم تنى المرشحة التربية سفان الحمدان الثقة بسبب عدم اقتناع معظم النواب بسيرتها الذاتية اليوم سيد رئيس مجلس الوزراء أعتقد كانت رسالتها واضحة أنه اختار من هذه الشخصيات والأسماء الموجودة وإحنا كنا نعلم هذه الأسماء موجودة بالإعلام ومتداولة طرحها أمام مجلس النواب أعتقد نالت الثقة لثلاث حقائب وحقيبة وحدة ما نالت الثقة مجلس النواب رئيس الحكومة حدد ثلاثة أيام موعدا نهائيا لتقديم بديل عن أي مرشح للوزارات الشاغرة إذا لم يحصل على الثقة ما يعني أن التربية وهي الوزارة الشاغرة الوحيدة التي ستحسم قريبا وفق النواب البرلمان حريص كل الحرص أنه يمرر أو يكمل الكابين الوزاري حتى يلزم الحكومة بما ألزمت نفسها بتطبيق البرنامج الحكومي الذي وعدت به الانتهاء من ملف الوزارات الشاغرة قد لا يكون نهاية المطاف فيما يتعلق بإكمال التشكيلات الحكومية فالمناصب الخاصة والهيئات المستقلة ملف آخر قد يكون أكثر تعقيدا من الوزارات الشاغرة بحسب المراقبين أخيرا حسم البرلمان العراقي موقفه وصوت على الوزارات الشاغرة لتنتقل بذلك الكرة إلى ملعب الحكومة التي اكتمل فريقها الوزاري باستثناء وزارة التربية وأصبحت تحت ضوء البرلمان الذي يعد العدة لمراقبة العمل التنفيذي محمد الفهد بغداد الميادين